موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي لرسنا اليوم يونت 5 لسن 5 يونت الخامس الدرس الخامس عنوان الدرس صندوق الغذاء الخاص به موجود بصفحة 66 من كتاب الطالب صفحة 64 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسم من أستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس دورة الخامس الابتدائي عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية إذا تقدرون تلقو من خلال هذا المعرف بصفحة 66 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة صندوق الغذاء خاصتي صندوق الغذاء الخاص به بأسفلها مكتوب أي صناديق الغذاء تعتقد بأنها الأفضل الأفضل من ناحية من ناحية التاكران الصحية أو غير صحية مثل ما شرحنا بالدرس السابق طبعا اللونشبوك هو صندوق الغذاء اللي يأخذ التلميذ أو الموظف وياه للدوام على ما يحصل على وجبة الغذاء الخاصة به أثناء الدوام فمثل ما نلاحظ أنه منطيني صورتين يقول لي ضاع صح على الصندوق اللي تعتقد بأنه أفضل أفضل من ناحية من ناحية إذا كان صحي أو غير صحي فبالدرس السابق شرحنا الأكلات الصحية والغير صحية وعرفنا كل أكلة إذا كانت صحية أو غير صحية فرح نجي نحدد شنو الصندوق الغذاء الأفضل من ناحية الصحية فالصورة الأولى بيها أبل تفاحة هاي من الفروت الفواكه أمر صحي ملك حليب هذا صحي خضروات كأن تكون كوكمبر الخيار تميتو الطماطع تشيز الجبن هذا ما يخص الصندوق الأول أما الصندوق الآخر فهي عبارة عن ساندويتشز بيها ميت لحم تشيز جبن تميتو وكوكمبر طماطع وخيار بالإضافة إلى الخبز ف يا صندوق غداء من ذن الاثنين تعتقد بأن الأفضل نعتقد بأن الصندوق الأول هو الصندوق الأفضل لأن بيه فواكه وخضروات وحليب وذن أمور صحية هذا ما يخص النشاط الأول مجرد يطلب منك أنك تحدد أي الصناديق الأفضل من الناحية الصحية أما النشاط الآخر What food on the drink can you see ما الطعام والشراب الذي تراه في الصورتين الصورتين المتعلقات بصناديق الغداء In the two lunch boxes في صناديق الغداء فهنا أنا منطيق حقلين الصورة الأولى شنو موجود بيها منطينا هو تلميح قاية اللي كوكمبر بيها كوكمبر بعد شنو اللي بيها نقدر نذكر ملك حليب أبل تفاح بريت خبز چيز جبن توميتو إلى آخره فأذكر ثلاثة شغلات بعد چيز وملك ونابل تفاحة بالصندوق الآخر شنو الموجود فكذلك هم منها ألقى بريت خبز توميتو طماطع چيز جبن كوكمبر خيار إلى آخره فأذكر أربع أشياء چيز توميتو كوكمبر وبريد خبز هذا ما يخص هذا النشاط هنا أنا مجرد يريدي هيئني لموضوع جدا مهم اللي هي كلمات الفروت والفيجتابلز الفواكه والخضروات بالدرس السابق شرحنا كلمحة بسيطة عن الفرق بين الفواكه والخضروات ورفنا مثلا الأبل تفاحة من الفواكه الكوكمبر الخيار من الفيجتابلز الخضروات إلى آخره بس بهذا الدرس رح نعرف أكثر الفواكه والخضروات هنا يجب أن نحفظ كلمات الفواكه فروت وكلمات الخضروات الفيجتابلز إملاء ومعاني لازم أعرف إملاءهم شوانين كتبا وكذلك معانيهم إملاءهم رح نجي ناخذ تمرينيا متعلقات بإملاء كلمات الخضروات والفواكه وذن التمرينيا اللي متعلقات بإملاءهم تمارين مهمة جدا بالامتحان التحريري قد يجيب لياها على شكل حروف ناقصة حروف مبعثرة أو يجيب لصورة الفاكهة والخضروات ويطلب من أن نكتب إملاءها فيجب أن أكون حافظ إملاءهم عمودة أقدر أجاوب سؤال الملاء المتعلق بيهم الفواكه هي كالتالي تشيريز الكرز هاي أخذناها بدروس سابقة ستروبريز الفراولة أبلز التفاح هذن كلهم كلمات فواكه أحاول أحفظ إنه لدي ثلاث كلمات فقط طبعا أدن بعض فواكه إضافية لكن أنا المطلوب من عندي إني أحفظ إني ثلاث كلمات كإملاء ومعاني على مدى أقدر أجاوب عليهم بسؤال الإملاء المتعلق بالامتحان الشهري أما الخضروات فأني كذلك مجموعة من الكلمات لتوس الخس هاي الكلمة الجديدة كاروت الجزر بوتيتو البوتيتة كوكمبر الخيار وونيون البصل بيهم بعض الكلمات الجديدة أحاول أحفظ إملاءهم ما أعبر هذا النشاط إني أني حافظ إملاء هذه الكلمات عن مدى بعدهم أنتقل إلى النشاط الآخر مكتوب write two sentences about lunchbox one أكتب جملتان عن صندوق الغداء الأول اللي هو رقم واحد فأحاول أذكر يقول لك remember تذكر is the food countable or uncountable هل الطعام countable معدود or uncountable غير معدود ليه شيء أنا يريد يذكرني بالcountable المعدود وuncountable غير معدود لأن أنا راح أعبر عن وجود أكل في مكان معين وذا أعبر عن وجود أكل في مكان معين ما أستخدم أستخدم there is والthere are ومثل ما ذكرنا بالدروس السابقة أن there is أستخدمها مع الغير معدود أو المفرد والthere are أستخدمها مع الجمع المعدود الجمع فهنا هنا أريد يذكرني أنك راح تستخدم there is والthere are فلازم تتذكر المعدود وغير المعدود فأحاول أتذكر الصندوق الأول شنو كان به ذا أعبر عن وجود أكل في مكان معين شنو المكان اللي هو صندوق الغداء اللي خدناه قبل دقائق أتذكر أنه موجود بصندوق الغداء sandwiches اللي هنا شطائر هذا اللي معدود وجمع there are sandwiches هناك شطائر and there is some fruit وهناك بعض الفواكه ذكرنا بالدلس السابق أن الفروت الفواكه uncountable غير معدود لذلك أقول there is والسانوش معدود جمع قلت there are بعد شنو الموجود بالصندوق الأول أحاول أتذكر شيء معين موجود بالصندوق الأول مثلا الجبن الجبن غير معدود فشأقول there is cheese هناك جبن هذا ما يخص على النشاط مجرد يريد يذكرني باستخدام there is والذيرار مع countable المعدود والuncountable غير معدود لحد الآن كل اللي أخذناه ماكو شيء مهم غير بس كلمات الفواكه الفروت والفجتابلز قلنا نحفظهن ملاقه معاني بعدها نحاول نكتبها بالدفتر على مواد نحفظ ملاقهن وبعدها ننتقل للنشاط الآخر نكتوب make your own favorite lunch books اصنع صندوق الغداء المفضل شين المفروض تحط بي tell your partner and write the words اخبر زميلك واكتب الكلمات فمثلا التلميذ يقول انا بالصندوق الغداء مالتي اوضع مثلا cheese جبن انا احب الجبن بعد مثلا milk حليب بعد an apple تفاحة بعد tomato طماطا بعد من الممكن يقول مثلا cucumber خيار bread خبز الى آخر التلميذ مخير ان يكتب الكلمات اللي يريد يوضعها بصندوق الغداء بعد انا هذا my lunchbox صندوق الغداء الخاص به اللي اروح به للمدرسة زين انا انا اش كاتب لي كاتب لي my parents lunchbox صندوق الغداء الخاص بوالدية اذا من يرحموا للدوام ياخذون صندوق غداء خاص به شون اللي يوضعوا به مثلا كذلك يذكر bread خبز بنانا موزة جوس عصير سانويتش شطائر cheese جبن potato potato الى اخره هذا مجرد بيريد يخلينا استخدم كلمات fruit والvegetables اللي اخذناهن قبل دقيقة اكثر بعد بشكل اكثر يريد نستخدم كلمات fruit والvegetables بعد بعد ما اكمل هذا صندوق الغداء الاستاذ رح يختار تلاميذ اثنين كل واحد يعبر عن صندوق الغداء الخاص به التلاميذ كلهم كتبوا شين اللي يريدون يوضعوه بصندوق الغداء الخاص به كل واحد يقوم شاء الكتاب يخبر زميله عن صندوق الغداء الخاص به فمثلا التلاميذ الاول يقول in my lunchbox في صندوق الغداء الخاص به there are هناك there are مع الجمع فمثلا يقول there are cucumbers هناك خيار there are apples هناك تفاح there are sandwiches هناك شطائر الى اخره and there is وهناك كذلك لكن غير المعدود مثلا there is milk هناك حليب there is cheese هناك جبن الى اخره التلميذ الاخر ok and حسنا ماذا بعد النوب التلميذ الاخر يقول in my lunchbox في صندوق الغداء الخاص به مثلا there is a bread هناك خبز there is juice هناك عصير there are sandwiches هناك شطائر الى اخره اذن هذا النشاط عبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنين كل تلميذ عبر عن صندوق الغداء الخاص به كل واحد شنو اللي يوضعه به من اكلات ومشروبات ننتقل الى كتاب النشاط complete the food words اكمل كلمات الاطعمة منطين مجموعة من الكلمات اللي قلنا يجب ان نحفظ الملاء ومعاني كلمات حروفها ناقصة يطلب من ان دي نكملها منطين كمثال number one lettuce حاذف لحرف e u e يطلب من ان دي نكملهم فكملهم بالحروف المناسبة لها باعتبار نحفظ املاء الفواكه والخضروات كملتهم بالحروف المناسبة لها lettuce معناها خاس number two ثانيا هاي الكلمة شن الحروف الناقصة بيها هذي كلمة cucumber cucumber معناها خيار شن الحروف الناقصة حرف u حرف u مرة أخرى وال e cucumber number three شن الحروف الناقصة هذي كلمة tomato tomato الحروف الناقصة هي حرف o وال a وال o تصبح tomato number four رابعا شن الحروف الناقصة بهذه كلمة هذي كلمة olives olives معناها زيتون فالحروف الناقصة هي o i olives number five خامسا هذي كلمة شن الحروف الناقصة هذي كلمة هي كلمة milk حليب الحروف الناقصة هي i وال k milk number six هذه كلمة شن الحروف الناقصة هذه كلمة bread الخبز والحروف الناقصة هي حرفي i وال a bread number seven سابعا هذه كلمة شن الحروف الناقصة هذه كلمة grapes العنب شن الحروف الناقصة حرف ال a وال e grapes number eight هذه كلمة شن الحروف الناقصة هذه كلمة potato الحروف الناقصة هي o وال a وال o تصبح potato هذا ما يخص تمرين a هذه كلمات أحفظ ملائهم بالإضافة للكلمات التي أخذناها قبل دقائق المتعلقات بال fruit الفواكه وال vegetables والخضروات مثل ما وضحنا تأتينا على شكل حروف ناقصة مثل ما بهذا التمرين أو حروف write the names of the vegetables أكتب أسماء هذه الخضروات قبل دقائق ذكرنا أن الخضروات يجب أن أحفظها ملاء ومعاني مثل ما بهذا التمرين يطيني صورة ويطلب من عندي أن أكتب ملاءها مثلا number one هذه صورة البصل أكتب جواها onion بصل number two صورة الطماطم أكتب جواها tomato number three هذه صورة الخس أكتب تحتها lettuce خس number four صورة جزر أكتب تحتها carrot جزر number five صورة الخيار أكتب تحتها كوكمبر خيار أما الصورة الأخيرة فهي صورة البتيتة أكتب تحتها potato كذلك هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن أن نجيب له صور هذه الفواكه والخضروات ويطلب من عندي أني أكتب أملاعها ننتقل إلى موضوع مهم جدا وهي كيفية إضافة أس الجمع ملاحظات عن إضافة أس الجمع طبعا هو منطين إياها بكتاب النشاط على هذا المخطط يقول لي look انظر نعنزل أسماء الجمع مالتها نضيف لأس والمثال منطين book books أنا سويت على شكل ملاحظات بالعربي عموة تقدرون تكتبوها بالدفتر وتفتهموها وتجاوبون على الأسئلة المتعلقة بيها اللي رح سنحلها بعد دقائق الصيغة اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان الملاحظة الأولى عندما نريد أن نجمع أسم فمعظم الأسماء نضيف لها أس كما في الأمثلة التالية أنا إذا أرد أجمع أسم مثلا book كتاب أرد أسوي كتب شون أجمع أجمع بإضافة الأس معظم الأسماء تنجمع بإضافة الأس مثلا book books كتاب كتب هات وهاكذا مجرد أضيف لأس ينجمع لكن عندي ملاحظات ثانية أكو أسماء ما تقبل الأس وأنني أضيف لها ES أو أحول أو أحذف إلى آخره الملاحظات الباقية كالتالي أولا معظم الأسماء التي تنتهي بإذن الحروف أما CH SH S X Z إذا كانت الكلمة هذه اللي أردج معها منتهية بأحد هذه الحروف عند جمعها نضيف عليها ES ما أضيف لها S وإنما ES مثال box انتهت بحرف الأكس إذا انتهت بحرف الأكس شون أجمعها أضيف لها ES فصارت boxes بعد watch معناها ساعة يدوية تجمع معناه يشاهد وهنا معناها ساعة يدوية انتهت بCH إذا انتهت بCH أضيف لها ES watches بعد dish معناها صحا انتهت بSH إذا انتهت بSH أضيف لها ES صير dishes معناها صحون هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة معظم الأسماء التي تنتهي بY وقبله حرف صحيح إذا كانت منتهية بY شرط وقبل حرف صحيح يقلب الY إلى I ونضيف ES هذه الملاحظة شوية دوخ لكن حاولي تركز بيها على متفهمها مثلا كلمة country بواعت على كلمة country لقيتها منتهية بY أول شي انتهت بY وقبله حرف صحيح قبل الY شنو حرف الR حرف لا صحيح لو علا هذا حرف صحيح إذا منتهي بY وقبله حرف صحيح هذا الY أقلب إلى I يلا أضيف ES فcountry معناها بلد countries معناها بلدان قلبت الY إلى I وضفت ES بعد مثال آخر nationality معناها جنسية أرد حولها إلى جمع بواعت لقيت انتهت بY وقبله حرف T حرف T حرف صحيح عند التحويل تقلب الY إلى I ونضيف ES nationalities جنسيات الملاحظة الرابعة معظم الأسماء التي تنتهي بO نضيف لها S عند جمع إذا انتهت بO أضيف لها S عند جمع مثلاً kangaroo 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 canagr مجرد أضيف لها S لأن انتهى بO لكن إذا انتهى بO وقبل حرف صحيح نضيف لها ES هذا الO قبل حرف L أما إذا انتهى بO قبل حرف صحيح نضيف لها ES عند الجمع مثال tomato طماطا عند الجمع باوعت لها لقيتها منتهية بO لكن قبل الO حرف صحيح عند الإضافة أو عند الجمع ما نضيف S وإنما نضيف ES ليش لأن منتهية بO وقبل حرف صحيح مثل ما بملاحظة الخامسة زينستاذ هذة من الملاحظات شون تجينا بالامتحان من الممكن نتجينا بالامتحان بالصيغة التالية مثلاً يقول لي book جمعتها صارت books البوكس إذا أردأ جمعها شو تصير أنا عندي ملاحظات تمشي عليها ما أضيف لها فقط S البوكس انتهت بX إذا انتهت بX عند الجمع أضيف ES وليس S فصير boxes مثال آخر country بلد countries بلدان جمعتها قلبت الY إلى I وضفت ES kangaroo إذا أردأ جمعها شون تنجمع هذه مجرد إذا أردأ جمعها أضيف لها S ليش لأن منتهية بO وقبل حرف علة أما المثال الأخير dish dishes tomato كذلك جمع هذه الدش يريدني أجمع التوماتو ننتهي بحرف O قبل حرف صحيح عند الجمع أضيف ل-ES لذلك أحاول قدر المستطاع أكتب ملاحظات متعلقة بS الجمع بالدفتر أفهمها أخذ أمثلة عليها وأروح للمتحان لأن من يمكن تجينا بالامتحان بسؤال الملا بهذه الصيغة ننتقل للنشاط الآخر ask your partner اسأل زميلك how do you spell هذه الكلمة كيف تنطق أو كيف تتلفظ من طين صورة البيل eggs فالتلميذ الآخر يرد عليه that's easy هذا سهل e-g-g-s eggs معناها بيض النوى بالتلميذ الآخر يقول له how do you spell هذه الكلمة كيف تنطق هذه الكلمة عدد الحروفة اللي هي cherries الكرز فالتلميذ الآخر يقول له c-h-e-r-r-i-e-s بعد التلميذ الآخر النوى بيسأل المرة ثانية how do you spell tomato كيف تنطق كلمة tomato فالتلميذ الآخر يقول له عكام t-o-m-a-t-o-e-s هذا عبارة عن محادثة بين تلاميذ الآثنين التلميذ الأول يقول كلمة وكان تكون مثلا tomato cherries eggs carrot إلى آخره والتلميذ الآخر يعدد له حروفها أنه بالتلميذ الآخر يقول كلمة والتلميذ الأول يعدد حروفها هذا مجرد يريد يخلي التلاميذ يركزون على إملاء الكلمات المتعلقة بين food إلى طعمة fruit فواكه فيجتابلز وخضروات والدرينك المشروبات كلمات جدا مهمة يجب أن أحفظ أملاءها لاحظنا أنه لحد الآن ثلاثة تمارين متعلقة بإملاء هذه الكلمات قدر المستطاع أحاول أحفظ أملاءهم لأن مهمات جدا بالامتحان التحريري بسؤال العملاء هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات الفروت والفجتابلز ركزنا على إملاءهن مركزنا على إملاء الفودز رطعمة درينكس ومشروبات وذكرنا أن لأن الكلمات تجب أن أحفظها إملاء ومعاني لأن مهمات جدا بالامتحان التحرير وصادفنا ثلاث تمارين حليناها المتعلقات بإملاءهن بالإضافة إلى ذلك أخذنا قواعد إضافة الأس عبارة عن خمس ملاحظات وذكرنا أن كل ملاحظة من الممكن أن أضيف S E S أحول ال Y إلى I وضيف E S أضيف S بعد O أو أضيف E S بعد O إذا سبق حرف صحيح وقلنا لأن تجيني بالامتحان بسؤال الإملاء بالصيغة التي ذكرناها قبل دقائق تامن شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحببون تقدموها تقدرون أن تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة